مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم La Langue Francaise ومرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد الذي سأقدم فيه مجموعة من الجمل متذولة كثيرا في اللغة الفرنسية لأعلمكم كيف تتكلمون وتتحدثون باللغة الفرنسية وقبل أن أبدأ مشاهدين الكرام أطلب منكم الضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون أو سبسكرايب للاشتراك في القناة من لازل لم يشترك فليضغط على اشتراك وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو وسأبدأ الدرس على بركة الله سأبدأ الدرس مثلا اسمي رشيد موننو اي غشيد موننو اي غشيد موننو اي غشيد موننو اي اسمي طنن اسمك صنن اسمه اي مون طن صن نن هو الاسم لنن هو الاسم اي تعني هو غشيد اسمي رشيد هو اسمي الحقيقي غشيد غشيد موننو اي غشيد اسمي رشيد اي فارغة موننو اي غشيد عندكم غرفة J'ai réservé réservé يا حجزتو une chambre غرفة J'ai réservé une chambre حجزتو غرفة J'ai besoin d'une chambre j'ai besoin d'une chambre simple aحتage l'horfa biserire 1 chambhe simple biserre 1 chambhe double aïbiserire 2 j'ai besoin j'ai besoin aïdoumai il jumal j'ai besoin aحتage d'une chambre l'horfa simple aïbiserire 1 وسمبل تعني في اللغة الفرنسية بسيط ولكن المعنى العام إن كنت تريد أن تتحدث باللغة الفرنسية وكنت تريد أن تقول لأحدهم أنك تريد غرفة بسرعة واحد تقول ويمكن أن تقول أيضا جيبوزوان دون شامب دوبل جيبوزوان دون شامب دوبل احتاجو لغرفة بسرعين بسرعين جيبوزوان دون شامب دوبل أحتاجو لغرفة بسرعين جيبوزوان جيبوزوان أحطاهن Combien coûte la chambre pour la nuit ? Combien coûte كامسير أو كامثامن Combien coûte سا كتامنهادا Combien كام coûte سير أو ثامن Combien coûte la chambre pour la nuit ? Combien coûte la chambre pour la nuit ? Je voudrais une chambre avec bain Je voudrais une chambre avec bain Je voudrais أريد Une chambre غرفة Avec bain مع حمم Bain يعني حمم البانيو حمم بين قوسين البانيو بانيو و هناك أيضا دوش نقول بان أي تستحيما في البانيو دوش أي تستحيما بالرشاج نقول Je voudrais une chambre avec douche Je voudrais une chambre avec bain Je voudrais une chambre avec douche Bain نقول بالبانيو و دوش بالرشاج أريدو Je voudrais أريدو Une chambre غرفة Avec مع حمم حمم دوش لا أعرف دش أو دوش لا أعرف ما هي ترجمة دوش إلى اللغة العربية من يعرف ترجمة دوش إلى اللغة العربية فليكتبها في التاليق وله جزيل الشكر يمكن أن تقول يمكن أن أرى الغرفة يمكن أن تقرأ الغرفة يمكنني أن أراه على الغرفة ياتيل 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 أي أوجد هنا موقف للسيارات سواء الميراب أو موقف للسيارات ياتيل يوتو ياتيل أوجدو ياتيل ميراب أو موقف للسيارات إسي هنا إسي تعني هنا ياتيل يواجدو هنا موقف سيارات ياتيل ياتي لكي 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 ي هاته الأشياء التي يمكن أن تسألها عنها إذا كنت تريد احتجاز غرفة مثلا في فندق يتيل أنفاكس إسي يتيل أنفاكس إسي أيوجد هنا جهاز فاكس جهاز فاكس يتيل أنفاكس إسي أيوجد هنا جهاز فاكس مثلا يمكن أن تقول إذا توفرت شروط في الغرفة يمكن أن تقول جيد أنا أخذ الغرفة جيد أنا أخذ الغرفة جيد أنا أخذ الغرفة مثلا سيُعطيك المفاتيح سيقول Voici le clef Voici le clef ها هي المفاتيح أو هنا المفاتيح Voici ها هي أو هنا le clef المفاتيح Voici le clef هنا المفاتيح أو ها هي المفاتيح Voici mes bagages Voici mes bagages هنا أمتعتي Voici mes bagages هنا أمتعتي أو ها هي أمتعتي Voici mes bagages مثلا تريد أن تسأله في أي وقت يحضرون الغداء والعشاء والإفضار تقول وقت يعدم الغداء ويمكن أيضا تقول متى يكونوا العشاء أو ماتا يقدموا العشاء أَا كَلْهَ رَرْ متى أو في أية ساعة في أية ساعة أو متى أكلهور أسير في الدني Uponos لدغى أَكِلَ هُؤُرْ أَسير في أكون تيديهn اَكِلَ هُؤُرْ أَسير في أَسير في جيديه inté ماتا يكونوا الافتار أو ماتا يقدموا الافتار لأسفر الافتار لديني لديني لحشاء لديني الغداء الآن تريدو حاجمات لنرحل الطيران ستقول يترسرف الافتار في رحلة طيران إلى باريس 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 يمكن أن تقول في رحلة طيران إلى باريس 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 أو باريس أو باريس في رحلة طيران إلى 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 باريس طيران إلى باريس في رحلة طيران إلى باريس في رحلة طيران إلى باريس في رحلة طيران إلى باريس وأخيران إلى باريس في رحلة الطيران إلى باريس قيمة في عندي تسلفين تسلفين تسمف تسلفين تسلفين هل هذه أمتعتك سوصون فو بغاج سوصون فو بغاج هل هذه أمتعتك مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابونة أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو ولمن أرد مشاهدة الفيديو التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على ما التعجب فيه على الفيديو أو الضغط على وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها وأشكركم مشاهدين الكرام لا تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر